موسيقى سنمر إلى نشاط تقويمي الذي هو عبارة عن معادلات والمطلوب منكم حلها إذن المعادلة رقم 1 من يقرأ المعادلة نعم تلسي ناقص 4X زائد 1 تساوي ناقص 8X ناقص 9 المعادلة الثانية نجوة X ناقص 1 على 2 زائد 3X على 4 تساوي X على 8 المعادلة الثانية فاطمة جدر 7X زائد 1 تساوي X زائد جدر 7 نعم معادلة الثانية توصيف جدر 3X ناقص 3 يساوي جدر 3 عامل X ناقص جدر 3 معادلة الخامسة جمالي X زائد 8 عامل 2X زائد 1 ناقص 3 عامل X ناقص 8 تساوي 0 المعادلة الثانية ما X ناقص 1 على 2 ناقص 4 تساوي 0 تساوي 0 ناقص 4 ناقص 4X زائد واحد تساوي ناقص تمانية اكس ناقص تسع نضيف نضيف للطرفين مقابل تمانية ناقص تمانية اكس ناقص اربعة اكس زائد تمانية اكس تساوي ناقص تسع ناقص واحد ناقص اربعة اكس زائد تمانية تساوي تمانية اكس تساوي اربعة اكس تساوي ناقص نحشفت بالاشارة ونجمل العددين اكس تمانية اكس تساوي ناقص عشارة على اربعة عشارة اكس تساوي ناقص عشارة على اربعة عشارة أكس زائد للعدد ناقص عشارة على اربعة هي خمسة على اثنان حل هذه المعادلة حل هذه المعادلة هو العدد ناقص خمسة على اثنان ناقص خمسة على اثنان حل هذه المعادلة من يتفضل الى الصبورة نعم فاطمة اكس ناقص واحد على اثنان زائد ثلاثة اكس على اربعة تساوي اكس على ثمانية لدينا اكس ناقص واحد على اثنان زائد ثلاثة اكس على اربعة تساوي اكس على ثمانية سنواحد مقامات بثمانية حد الكسر اول يضرب في اربعة و حد الكسر الثاني يضرب في اثنان و حد الكسر الثالث يضرب في واحد اربعة عامل ل اكس ناقص واحد ثلاثة في اثنان تساوي ستة اكس وال اكس يبقى اكس لانا ضربنا في واحد نختزل في ثمانية ننشر اربعة في اكس و اربعة في ناقص واحد اذا اربعة في اكس اربعة اكس أربعة في ناقص واحد ناقص اربعة زائد ستة اكس تساوي اكس أربعة إكس أربعة إكس زائد ستة إكس سنغير الرمز لأنا نقلب إلى أي رمزة إكس موجب يصبح سالب سنضيف مقابل إكس ونضيف مقابل لنقص أربعة لطرفي المتساوية زائد إكس ناقص إكس تساوي أربعة أربعة إكس زائد ستة إكس ناقص إكس تساوي تسعة إكس تساوي أربعة إكس تساوي أربعة على تسعة إذن أربعة على تسعة وهو حل لهذه المعادلة نمر إلى المعادلة الثالثة ما يقوم إلى الصبورة معادلة الثالثة رياضي المعادلة رقم ثلاثة جدر سبعة إكس ذائد واحد تساوي إكس ذائد جدر سبعة يعني جدر سبعة إكس ناقص إكس يساوي جدر سبعة ناقص واحد نعمل بإكس نعم جدر سبعة ناقص واحد تساوي جدر سبعة ناقص واحد يعني إكس تساوي جدر سبعة ناقص واحد على جدر سبعة ناقص واحد إكس تساوي واحد العدد على لبسه تساوي واحد حلوا هذه المعادلة هو العدد واحد نعم نمر إلى المعادلة رقم أربعة ليتفضلي بس بورا تنسي لدينا جدر جدر مربع ناقص جدر مربع تساوي ناقص سلاوي جدر مربع تساوي عامل لإكس ناقص جدر مربع تساوي يعني جدر مربع تساوي ناقص تساوي يساوي سوف أننشر جدر تساوي جدر تساوي على إكس وأناقص جدر تساوي هالك تساوي كليم اللي حدين جدر تساوي إكس ناقص تساوي جدر مربع تساوي يساوي ناقص مربع تساوي إكس سفر في اكس يساوي سفر جمع عددها متقابلان جد مربع ثلاثة اكس ناقل جد مربع ثلاثة اكس تساوي سفر اكس جميع الاعداد الحقيقية حلول هذه المعادلة المعادلة الخامسة ما يتفضل الى سبورة جمالي هذا لدينا اكس زائد ثمانية عامل لي اثناني اكس زائد واحد ناقل ثلاثة اكس عامل لي اكس زائد ثمانية تساوي سفر سفر نلاحظ وجود عامل مشاركة هو اكس زائد ثمانية سفر نعمل اكس زائد ثمانية عامل لي اثاني اكس زائد واحد ناقص ثلاثة اكس تساوي صفر اكس زائد ثمانية نجمع الحدود المتشابهة اثنان اكس ناقص ثلاثة اكس ناقص اكس زائد واحد تساوي صفر يكون الجداء منعدما إذا كان أحد العوامل منعدما أي أن A في B تساوي صفر فإن A تساوي صفر أو B تساوي صفر وهنا نذكر أو B عددان حقيقيا A في B تساوي صفر تعني A تساوي صفر أو B تساوي صفر يعني إذا كان عاملين يساوي صفر أحدهما يساوي صفر إما A إما B نعم تكافي على ثواري و A و B و A يكون X زائد ثمانية و B ناقص X زائد واحد X زائد ثمانية تساوي صفر أو ناقص X زائد واحد تساوي صفر وهي X تساوي ناقص 8 أو ناقص X تساوي ناقص 1 X تساوي ناقص 1 على ناقص 1 يواحد إذن للمعادلة حلان حلين هما واحد وتمانية ناقص تمانية آخر معادلة وهي X ناقص 1 أس 2 ناقص 4 تساوي سفر ما هي تفضل إلى سبوران حمزة لدينا X ناقص 1 لكل أس 2 ناقص 4 تساوي سفر تذكرنا هذه الكتاب متطابقة لها من رقم 3 التي مضمونها A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي A زائد B عمل لي A ناقص B X ناقص 1 أس 2 ناقص 2 أس 2 تساوي سفر A هي X ناقص 1 و B هي 2 إذن X ناقص 1 زائد 2 عمل لي X ناقص 1 ناقص 2 تساوي سفر X ناقص A X زائد 1 عمل لي X ناقص 3 تساوي سفر كما في تذكر تساوي سفر A في B تساوي سفر يعني A تساوي سفر أو B تساوي سفر يعني A هي X زائد 1 و B هي X ناقص 3 X زائد 1 تساوي سفر أو X ناقص 3 تساوي سفر X ناقص 1 أو X ناقص 3 إذن للمعادلة حلي هما ناقص 1 تساوي سفر ناقص 1 و 3 إذن أنهينا حصة اليوم حول حل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد تمنوا تكونوا تجاوزتوا الصعوبة وإلى حصة قادمة إن شاء الله فعل فهد درس اللي فاش نتل إذا حق ما كشن نعرف نفرق بين النقطة والصور ديالك كشنلقى مشكل فيه في حس الترتيب فشك الناس نضربو قع ما كشن غير الإشارة أما في جيث لنا وقال لنا أستعدى بما ضربنا ونقسمنا لأن كان عدد سالب نغير الإشارة حسيش براسة أنه مقاش عدد ذلك المشاكين اللي كشن واجهش حالا ترجمة نانسي قنقر